الحاجات دي بتبدي عسر. الشجرة احسن من زراعة فدان ارض. يحطوا منه نقطتين على اي مشروب. ويدقول الشباب اللي عنده هيئة جنسة. عشان يهدي المسألة. الشجرة احسن من زراعة فدان ارض. فدان واقف. فدان واق. خلي بالك الشجرة دي فدان واق. بصوا معايا كده شجر الكفور. شجر الكفور. انا بقول انه الكفور ده بنطلع منه عسل اسم عسل الكفور. حاجة كده سحت. بناخد بعض اجزاء من الكفور ورق او سيقان او حتى سمان. وفي البروبليس منتج للبروبليس رهيب. والبروبليس رهيب. نعم. وساعات نغليه. وساعات نطلع منه زيت اسمه زيت الكفور. نعم. زيت الكفور ده من اهم زيوت المسكنة للألم. نعم. زمان كانوا بيعملوا حاجة من زيت الكفور ده بيحطوا منه نقطتين على اي مشروب. نعم. ويدقول الشباب اللي عنده هيئة جنسة. آه عشان يهدي. عشان يهدي المسألة. وبيدقول العالي في الجيش. في جيش انا. نعم. عشان بيقعد خمس ستة شبابي اللي اناقلو. بيحط له نقطتين كفور في اي مشروب عشان يهدى ويخمك جدا وباك كويس. نعم. لكن الكفور طبعا لو في وقت تانية كثير جدا. طبعا استاذنا بيقول ان شجرة الكفور دي ده كنز طبي. نزرع الطرق بتاعتنا. اشجار كفور. نعم. ونخيل بلح مصمر. ونزرع اشجار جميلة جدا جدا زي شجرة بيسموها ايه? فرشات الزجاج. فرشات الزجاج. هيقول لنا انا اول مرة اسمعنا نهاردة. نعم. نعم. انا عندي واحد ستين سنة اول مرة اسمع شجرة فرشات الزجاج. نعم. عشان بس نبقى واضحين. وفوقوا كل ذي علما علي. احنا فعلا اخواننا نحلين في مشكلة كبيرة جدا في مصر. لان الرقعة الزراعية المنتجة للنحر. بتقلم. بتقلم. وكمان بتتطرب كمان. اه. وتتراش. فشجرة الكفور محدش بيرشها. اه شجرة الكفور. اه شجرة فرشات الزجاج محدش بيرشها. نعم. شجرة فرشات الزجاج دي بتدي هي اسمها فرشات الزجاج لان الظهرة بتاعتها. هتلاقينا فرشات الزجاج كده يا اه طويلة. اه. اه. دي شجرة فرشات الزجاج. دي في الحالة ده ها لو نطرتها على ايدك كده ايدك هتتغرق عصر. يعني دي مليانة عصر. رحيط. مليانة رحيط. ممكن تحليب و اي حاجة. سبحان الله. طب الشجرة دي. يعني لو مصتها كده خدت السكر. طب الشجرة دي بتنمو في ايه? الشجرة دي بتنمو في حاضن بحر متوسط كلها. طب انا اول مرة بشوفها في حياتي. لان احنا بنزرع فاكس. بتزرع الشجرة هبلة. شجرة هبلة. بتتخدم وما بتبديناش اي حاجة الا شوية ضل. طب ما دي بتبدينا ضل. وجمال. شوفوا منظرها شوفوا الجمال. يعني ايه شجرة اسمها فرشات الزجاج. شوفوا الجمال. وطلع عصر. هي النخلة شجرة قبيحة. النخلة شجرة جميلة. ده النخلة شجرة عاملة زي الست اللي كل شوية بتغير الحلق بتاعها. الحلق النهاردة اخدر. وبعد شوية الحلق اخمر. وبعد كده اسود. اه متجددة. انا شخصيا بحب المرأة اللي حط حلق ده. احمر وزنة وصفة ده فالسل. عشان اتاخده بيعه. دي شجرة اسمها فرشات الزجاج. نعم. وشجرة فرشات الزجاج دي انا اول مرة اشوفها النهاردة لكن. نعم. شجرة طرفة. احنا بنزرع جزوارين. هي اسمها ايه? دي اسمها فرشات الزجاج. في عندك شجرة الطرفة? اه. ايو ايو افاتي كده. الطرفة دي شجرة بتنمج طبيعيا. نعم. ولكن لو احنا عملنا لها اكتر. اه. هنستغني عن الجزوارين. احنا اي واحد بيعمل بستان فاكهة. اه. بيعمل حائط مصد رياح ورمال عشان يحمي. عشان يحمي. عشان يحمي السمر الداخلية. السمر داخل ان كانت مانجا او برطقان او لايمون. تمام. الطرفة بتدي نفس النتيجة بس بتديدي عسل. يعني هي الطرفة بتدي عسل. زي جزوار. عسل رهيب. وفترة اظهار طويلة. وفترة اظهار في وقت مفيش زهر. يعني وقت الشتاء والبرد دي بتبقى مظهار. انا اريد زهر في الجماعة بتوع كليات العلوم. بتوع كليات العلوم قسم النبات. ما اعرفوش الكلام ده. لو ما نايمين على الكتب. نايمين على الكتب. ما شعرفين فيه نباتات بتدي عسل. لو بياخد عربيته وبيجري في الصحرا وبيدور على الحاجات زي ما احنا جرينا. هيعرف ان الحاجات دي بتدي عسل. موسيقى